هذا ورأت صحيفة الشرق الأوسط أن هيمنة قوى الإطار التنسيقي على معظم الحكومات في وسط البلاد وجنوبها لن تجلب الاستقرار تقرير للصحيفة ذكر أنه ستجري مفاوضات على أساس إرضاء جميع الأطراف حتى تلك التي لم تحقق نتائج كبيرة لكن دولة القانون وتحالف نبني سيكونان بحاجة ماسة حتى للمقعد الواحد للهيمنة على الحكومة والمجلس المحلي وأشار التقرير إلى أن بغداد ستشهد مراثون مفاوضات صعبة ومعقدة بالنظر لنتائج الكبيرة التي حققها تحالف محمد الحلبوسي وبذلك سيكون على القوى الشيعية الراغبة في خطف منصب المحافظ التنازل عن منصب رئيس مجلس المحافظة للسنة وأضف التقرير أن أصعب المفاوضات ستكون في المحافظات ذات النتائج الانتخابية المتقاربة بين الكثل والأحزاب مثل محافظتي ديالة وصلاح الدين وإلى حد ما محافظة نينوى محافظة نينوى محافظة نينوى